مزيج ما بين المجتمعات وانا شافاك دلوقتي دخل لنا بقى بقهوة سعودي اه انا مفكرك طبعا وطمر بقى القهوة دي انا بعملها عندي في البيت القهوة السعودي دي حاجة ولازم ادوقها لك بقى ايه الكرم دا احنا المفروض نضيفك دي بص احنا احنا تعلمنا الكرم واحنا وطن العربي احنا كلنا كرم اه وطن كريم فدي انا بالنسبة ليه المخرج عايز قهوة كمان قهوة عربي؟ طب ما كانش قال لي سعودي قهوة سعودي يا استاذ اه دي بقى ليها تكنيك خاص في طريقة العمل القهوة انا بالنسبة لي بستمتع جدا وانا بعمل قهوة البيت ريحة القهوة البيت يعني انا بحب بحب اسمي اني ابخر البيت بالقهوة اشترك طبعا دي ما يتحط لهاش سكر خالص ودي بقى ايه؟ شكرا مع البلح الناس اللي تحب فالقهوة السعودية دي انا بالنسبة ليه يوميا انت عايف سعودية انا عندي تقريباً خمس سنين اه خرجت من حمصة يعني وانت طفلة تقريباً اه بص انا حمصة بس مولد دمشق احنا حمصة عندنا زي الصعيد عندكم صعيد يعني اه من صعيد سوريا اه فمولد دمشق وجيت سعودية وانا عندي خمس سنين المسجمة بين المجتمعات العربية سوريا والسعودية اه فدك في ايه؟ اثر فيك ازاي؟ بصي أصلا أنك تعيش في السعودية السعودية في تروع كبير في الثقافات يعني مثلا في المدرسة حتلاقي جملائك والله باكستاني، لبناني، فلسطيني، سوري، أردني، سوداني، يمني التشكيلة دي الوحديها بس وإنت صغير وإنت عارف الطقل بيمسك على طول بتلقت معه الحاجات سواء لو كلمة فكذا فأنا من صغري متعود مثلا أسمى الفلسطيني والأردني واللبناني فإنت صغير خلاص بتكبر، بتكلم شوية أردو